مرحبا اليوم رح نكمل بالمفاهيم الخاطئة ورح نحكي عن مفاهيم الخاطئة حول حبوب معنى الحمل اول شيء اللي بحب زكركم انه القذف الخارجي يعني مش بداخل المهبل ما انه كافي لمن الحمل لانه قبل القذف فيه سائل زغطور بيطلع هو في بقلبه بيحتوي على حيوانة منوية فهالسائل فيه ينقل امراض منطقيا جنسيا بس كمان فيه يسبب حمل عند المرأة لذلك القصف الخارجي منو كافي كوسيلة لمن الحمل العد كمان منو وسيلة كافي لمن الحمل لانه بعد الاوقات بيتلقبت شوي الانتظام تابوت المعاد وفيها تصير الابادة قبل الوقت ماذا الواحد سفر تعيب كان مضغوط ام موتر فيها كمان تلقبت معه بيتو مع العادة الشهرية وتجي الابادة قبل الوقت لذلك كل شي هيك طبيعي اكيد عنده افاته بس فيه نسبة خطر تقريبا من الخمسة والعشرة بالمية الواق الزكري اللي حكينا عنه كمان بيحمي انما فيه احتمال صغير انو ينخزيه لذلك يحمي كمان فيه نسبة خطر بين الاثنين والخمسة بالمية مع استعمال الواق الزكري حبوبا الحمل اذا اخذناها بطريقة يومية ونفس الساعة ومنسينا الحبة نسبة الخطر هي تقريبا واحد بالمية اللي عنده اقل شي نسبة خطر هو استعمال اللولب والجهيز اللي منحطه داخل الرحم خلينا نحكي شوي عن الافكار الخاطئه اولا الحبوبا الحمل منه مضرب للصحه بمعنى انه هي فيها تكون مفيدة للصحه فيها تخفف الحبوب بالوجه فيها تخفف الشعر اللي بالوجه فيها شوي تنسق الدورة الشهرية عند المرأة فيها تخفف الاوجاع استقل الدورة الشهرية عند المرأة وفيها كمانه تكون علاج للاندومتريوسيس وحتى تستعمل كعلاج بس يكون فيه اكيس بالمبيض لزي يليك حبوبا الحمل منه مضرب الصحه انما مضبوط انه فيكون عنده عوارج جانبية اذا عنده عوارج جانبية ومنه واجع الراس اخت الوزن ام بس يكون فيه نوع من الواتري تنشن يعني بس الجسم يعبه ماي وده بعد عوارج جانبية تبغوت الحبوب من الحمل بعد النساء بيحسوا حالهم واترين بيحسوا حالهم دابرسين مع حبوبا الحمل يطلبوا من طبيبهم انه يستبدل الحبوب بغير حبوب ما رح تعمله العوارج الجانبية اذا لاتك لازم نتذكر اذا فيه عوارج جانبية لازم نستشير الطبيب نقول له كمان يستبدل حبوبا الحمل ويعطينا حبوب من دون عوارج جانبية غير مفاهيم خاطئة عن حبوبا الحمل انه هي فيها تسبب مشاكل بالخصوبة وانت الشيء ابدا مش مظبوط لان حبوب من الحمل عادة بتخلي المبيض انه يستريح وبس الواحد يوقف الحبة رح يرجع يصير فيه حركة بالمبيض ورح يرجع ترجع خد صوبته متل ما كان يتقبل والحبوب من الحمل فيها تحمي من سرطان المبيض غير فكرة خاطئة حبوب من الحمل ما بيسببوا سرطان بالسدي ما قلون علاقة بسرطان السدي لذلك فيكون ترتاحوا نفسيا بس نسبة لهش انما في بعض الاشخاص ما قلون حق ياخدوا حبوب من الحمل ان الاشخاص عندهم مشاكل بالشرايين وبيعملوا جلطات بالشرايين ونساء اللي فوق الاربعين وخاصة اللي بدخنوا عادة مش مفروض ياخدوا حبوب من الحمل هيك شوية فهمناكن شو فوات حبوب من الحمل وشو مخاطر حبوب من الحمل تبعونا على قناة روليا لنزيد ممعلومات عن الصحة الجنسية باي باي ترجمة نانسي قنقر